تحياتي جميعا بطولة الصداق الدولية في البصرة العراق هي الثانية من نوعها بعد تلك البطولة التي أقيمت في آثار 2018 وضمت منتخبات العراق مستضيفة البطولة وسوريا وقطر فاسد قطر على العراق وتعادلت مع المنتخب السوري أما منتخبنا السوري فتعادل في المباريتين أما بطولة هذا العام المقامة في مدينة البصرة الرياضية أيضا والتي تضم العبين أول هماية السعلي ما يقارب 65 ألف متفرج والثاني 20 ألف متفرج تقريبا وستطم منتخبات أوزباكستان وسوريا الذين وافقا بشكل رسمي والعراق المستضيفة وليتوانيا التي أبدت استعدادها للمشاركة ليتوانيا دولة أوروبية في التصنيف 132 على العالم تقدمت مركز واحد في هذا التصنيف الذي أصدره من يومين والعراق في المركز 80 عالميا وتعد أعلى منتخب مشارك في هذه البطولة وسوريا في المركز 83 عالميا وأوزباكستان في المركز 89 وستكون البطولة غالبا ضمن أيام الفيفا دي بينما الملعب المستضيف بلغت كلفة إنشاؤه 550 مليون يورو والمدينة الرياضية تحوي على 18 بوابة خارجية كل بوابة لها اسم محافظة معين وبحيرة صناعية على شكل خارطة العراق والعديد من المنشآت الأخرى نتمنى التوفيق لمنتخبات سوريا والعراق في هذه البطولة